السلطات المحلية اليابانية تطلب من سكان العاصمة توكيو الامتناع عن إعطاء مياه الشرب للأطفال الرضع وتعمم طلبا بعدم استهلاك الخضار التي اكتشفت فيها إشعاعات أكبر من المعدل خصوصا السبانخ والبروكولي والملفوف والقنبيط شاب ياباني رأى أن الضرر واقع لا محالة وأن الناس قلقون من انتقال الإشعاعات وسيدة تعبر عن عدم قلقها إذ أنها تتقيد بالإرشادات المعلنة من الحكومة وفي وقت يتصعد فيه دخان أسود خطر من المفاعل الثالث تم إبعاد العاملين على تبريده ويقول الخبراء أن مستويات الإشعاعات الموجودة في فوكوشيما كافية لأن تسبب أمراضا إشعاعية وما تزال الأمبراطورية اليابانية تدفن ضحايا الزلزال الذي ضربها وهذه أول صور للمدافن الجماعية وعدد ضحايا الزلزال الذي ضرب اليابان يفوق حتى الآن تسعة ألاف شخص ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر